بأغلبية ساحقة، قوامها 157 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عنوانه السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ولسكان العرب في الجولان السوري المحتل، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قائمة الدول المعارضة. هذا الموضوع يعيد لنا إلى الأزهان بأن هذه القرارات التي تتخذ بحق القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني للأسف الشديد لن تأخذ حقها بالشكل الكافي لأنه لم يطبق منها أي قرار. لماذا؟ هنا السؤال المحير. راعي السلام أمريكا دائما ضد هذه القرارات مع إسرائيل وبعض الدول التي ليس لها ثقة سياسي في المنطقة أو في العالم. حزمة من القرارات الصارمة أصدرتها الأمم المتحدة تقضي بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، بل ومن حقهم أيضا المطالبة بالتعويض نتيجة استغلالها أو اتلافها أو بيعها أو تعريضها إلى الخطر بأي شكل من الأشكال بسبب تدبير غير المشروعة التي يتخذها الكيان الصهيوني. هذا القرار والعديد من القرارات التي تخذت بحق الشعب الفلسطيني تعيد لنا حقية شعبنا الفلسطيني في السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية والذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة كما أقرت الأمم المتحدة والقرارات الأممية التي تتخذ بالشعب الفلسطيني. خطوة تأتي قبل جلسة خاصة ونادرة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب دول عربية. طالبت الأمينة العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش بتقديم تقرير في الدورة القادمة حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأراضي المحتلة وفي الجولان السوري. ترجمة نانسي قنقر